طيب هنروح لبطولة الناشئين او بطولة العالم للناشئين الخماسي اللي كان بتتعيبه على الارض مصر احمد الجندي خد زهبية فردي الخماسي الف مليون مبروك لأحمد الجندي انجاز كبير يتحس بالاتحاد الخماسي ومنظومة اتحاد الخماسي كاملة احمد الجندي لقى منتخاب من الوطن الخماسي الحديث فاز بزهبية بطولة العالم للناشئين اللي بتتلاقى على ملاعب الاكاديمية العربية للعلوم والتوكنيجيا والنقل البحري بالاسكندرية في الفترة 18 يوليو اللي جاي احمد الجندي فاز بعد ما حقق مجموعة نقاط 1432 نقطة جي وراه ولاعب منتخب روسيا بفرق 12 نقطة بس ب1420 وخلينا اقول لكم ان احنا فزنا كمان برونزية الفرق وده انجاز كمان رائع ولو رحنا للمنافسات الفرق هللاقى منتخاب ده حقق المركز الثالث جي وراه منتخب المجر واللي كسب الدهب ومنتخب روسيا واللي جي في المركز الثاني واللي كسب الفضية منتخبنا كان بيدم بين سوفو احمد جندن وردين كريم مهنة طارق البطولة تشارك فيها 165 لعب ولعبة من 27 دولة حدث كبير ودي تالت بطولة عالم ينظمها اتحاد الخماسي وبالمناسبة اتحاد الخماسي من الاتحادات المرشحة تاخد مديلية أولومبية كل التوفيق لمهنة شريفة اريان والتحاد الخماسي كمنظومة ان شاء الله انهم حققوا انها مديلية أولومبية يا رب قلبنا معاكم ودعواتنا كمان ترجمة نانسي قنقر